من خوزستان يتصاعد القلق من كورونا في إيران مجددا تتفشى الإصابات بالسلالة البريطانية لكوفيد 19 في المحافظة تمتلئ أسرة المستشفيات وترتفع معدلات الإصابة والوفاة وحتى الآن لا حجر كاملا على المحافظة وإنما إغلاق شبه كامل للحدود مع العراق وتشدد في تطبيق البروتوكولات الصحية بالنظر إلى الخط البياني لأوضاع كورونا في خوزستان الوضع مغلق جدا ويجب تطبيق البروتوكولات الصحية بشدة التوقعات بشأن موجة رابعة لتفشي فيروس كورونا في إيران هي ما يقلق الأطباء والسلطات هنا أعياد النروز وأعطال رأس السنة الفارسية لن تكون كما يرغب الإيرانيون على ما يبدو تتأرجح معدلات الالتزام بالبروتوكولات الصحية في إيران ومعها يتأرجح معدل القلق في الشارع ولد السلطات فيما تبدو الأمال معلقة على إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا لقاح كوف بارس رازي ثاني اللقاحات الإيرانية المضادة لكورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية مرحلة فرضت البروتوكولات الصحية للتباعد الاجتماعي أن تتم عبر الفيديو كونفرنس لقاح إيراني ثاني بعد لقاح كوف إيران بركت الذي دخل أيضا المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية لقاحات يعولون عليها هنا كثيرة نسعى للانتهاء بدقة من الأبحاث بشأن اللقاح لنصل إلى مرحلة التأمين الواسع له تأمل إيران أن تتمكن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من إنتاج أكثر من 15 مليون جرعة من اللقاح الإيراني لكن وحتى ذلك الحين تستمر في توريد لقاحات أجنبية غير أمريكية أبرزها سبوتنيك الروسي وسينوفارم الصيني الذي وصلت أولى شحناته مساء السبت إلى إيران وأسترازينكا الذي توفره منظمة الصحة العالمية لإيران حازم كلاس العربي